السلام عليكم أحبائي نتمنى جميعا تكونوا بخير في هذا الفيديو رايحين نبدو مباشرة في برنامج لشهر سبطنبخ طبعا بعض التلاميذ دائما يدخلوا لي في تعليقات يقولوا لي مازال الحال مازال ما بداش العام ما شي من ضروق وحنا نقرأ وحنا نديره في البرامج لغنا أحبيت فقط نعطيكم هذه النصيحة وهذه النصيحة رايحين تتفكرها كيقرب الباك ويبقى لكم أيام معدودة للباكالوريا رايحين تتفكرها مليح مليح أنه الاستعداد للباكالوريا يبدأ من الآن الآن وفورا تبدأوا الاستعداد تبدأوا التحضير النفسي والجسدي وحتى البرمجي لأنه إذا ما كاش عندك برنامج للانطلاق ما راحش تلقى روحك على بلكم باللي كي تدخلوا مباشرة رايحين تبدوا في الدروس يعني مش يديروا مكتسبات قبلية ولا لأنه الوقت راه يفوت بسرعة الاستاذ عنده برنامج لازم عليه يكمله قبل الباكالوريا بأشهر يعني بشهر ولا أكثر ولا شهرين لهذا لازم مين الآن تكون مستعد أنك تدير برنامج لشهر سبتمتغ فالبرنامج هو كالآتي أولا جماعة لازم تفرقوا بين المواد الأساسية والمواد الثانوية على باكم باللي المواد الأساسية كما تعرفوا أعتذر عن الصوت المواد الأساسية كما تعرفوا هي اللي يكون عليها المعامل العالي ولازم تعطوها أهمية أكبر لجميع الشعب أما المواد الثانوية فهي كذلك أساسية ومهمة باش المعدل انتعك يرتفع يعني أنا نعرف عدة تلاميذ مثلا خاصة العلميين يركزوا بزاف على سيونس فيزيكمات ولكن يتخلاوا ويستمحوا في المواد الأساسية أو في المواد الثانوية عفوا كالفرنسية الإنجليزية العربية تاريخ الجغرافيا فكي يروح يفوت الباك يقاروح خدم مليح في المواد الأساسية ولكن المواد الثانوية يجي فيها 10 أو 11 أو 12 فبالتالي المعدل انتعه ما رحش يتجاوز 13 أو 14 فبهديك 13 أو 14 ما رح يدير حتى تخصص اللي يساعده واللي رح يتمنى لهذا جماعة من الآن نقولكم اللي حاب يجي بمليح في الباك لازم يركز على كل شيء المواد الأساسية زائد المواد الثانوية ثاني مرحلة كيفاش تحضر البرنامج نتاعك كيفاش تحضر نفسك وتهيئ نفسك من الآن لشهر سبتم وليد دخول المدرسي شوفو جماعة أول حاجة قبل ما نذكر هذا الأمر ما تنسوش أنه فتحنا دورة فرنسية أونلاين هاد الدورة رح تكون على كما قلو مبدائين أولا رح تكون حساس مباشرة كل يوم جمعة على السادسة مساء وممكن نغير التوقيت هذا حسب التلاميذ ممكن جدا نرده يوم السبت على السادسة مساء وعندنا حساس مسجلة رح تكون يوم الثلاثاء يعني ما رحش يكون فيها توقيت يعني تقدروا تشوفها وقت ما حبيته ماشي لازم تحضروا على المباشر أما الجمعة فلازم تكون حساس مباشرة وطبعا إذا ما تحبوش تحضروا للمباشر الحساس المباشرة رح تكون كذلك متجلة يعني تقدروا تشوفها وقت ما حبيته ففي هاد الدورة واش هو الهدف انتهاء الهدف تحت هاد الدورة عدنا هدفين ماشي هدف واحد الهدف الاول هو تحسين اللغة الفرنسية لدى الطالب أو الطالبة خاصة للتلاميذ لناقصين وضعاف ولا ما عندهمش قاع لاباز في الفخانسي فهاد الدورة موجهة لكم باش تتحسنوا في الفخانسي باش توليوا يعني رح ينبدوها من زيرو من لاباز قاع من لاباز الهدف الثاني هو التحضير للباكالوريا عن طريق دوروس تمارين حل مواضيع باكالوريات سابقة حل مواضيع مقترحة للباكالوريا لسنة 2025 دوروس تمارين كيفية كتابة كونت روندو كيفية تحليل النص كيفية فهم النص كيفية الإجابة على الأسئلة كيفية استخراج الأفكار الأساسية لكتابة كونت روندو يعني رح نعطيكم الأسرار تع مادة الفرنسية باش جيبوا بلوس دي سات وانأكد لكم أنه اللي حضروا للدورة من بداية السنة إلى غاية آخر يوم الحمد لله أغلبهم الحمد لله وماشاء الله تحصلوا على بلوس دي سات يعني هذا الدورة تبازي بوكو بلوس على الجيدية كل تلميذة رح يجي تسجل عندي راني يقولها هاد الأمر لازم نجي الدية في الدراسة يعني ماشي تقريكي تحبي وتغيبيكي تحبي لازم تكوني جادة تكوني سيريوس يعني من بداية السنة تحضروا للدروس المباشرة تتفرجوا الدروس المسجلة تطرحوا الأسئلة إذا كانت عندكم أسئلة تشاركوا في الحصة هاد الأمور رحين يعاونوكم بزاف باش تتحصلوا على نقاط عالية في الفرنسية وانتخو بارانتاز بالنسبة للشعب الأدبية خاصة شعبة لغات أجنبية الفرنسية مهمة بل بزاف جماعة بزاف ناس يقول لك في بداية السنة يقول لك لا الفرنسي سهلا سي فاسي سي جزد دي كيستيون وان كنت راندو كيروح للباكر قاروحة جايب خمسة ستة سبعة يقول لك علاش علاش لأنه الفرنسية فيها منهجية للحصول على النقاط يعني مش فقط يعطي كان تكستو الجاوب على الكستيون أي يدي تسعتاش نون جماعة الفرنسية فيها دي بياج أنا كل مرة أقول لكم الفرنسية فيها دي بياج رغم أنه الموادية الفرنسية مرهم شي بازوا بزاف على لغامر يعني لغامر يجيك سؤال ولسؤالين ماكسيموم دي غامر أغلب الأسئلة يجوع للنص ولكن هادوك الأسئلة تعال النص كيفاش تجاوب عليهم كيفاش تعرف تجاوب كيفاش تعرف تستخلص الأفكار كيفاش تدير لك انتراندو فهاد اللي باز هادو سسون دي سكري اللي ما يعرفهم شنن بوردوكي واللي ماشي أي واحد يسلك روها شوية في فرنسي يقول لك يا خلاص أنا راني تخي فوق تخي بيان ما نحتاش الفرنسي ما راجحاش كايين جماعة أنا هادو شفتهم بأمي عيني كايين اللي ما راجعوش الفرنسي طوال السنة حتى اللافاي حتى الليلة الباك عادوا وفتحوا الكرس وشافوا الفرنسي فكي رحوا يفوتوا لقوا جاي بين خمسة ستة سبعة في الفرنسي يقول لك علش جماعة الفرنسي لازم لها لابخاتيك سيخطو في العام تعلباك لازم لابخاتيك لازم تبراتيكي لازم تبخاتيكي كيفاش تفهم النص تبخاتيكي كيفاش تجاوب على الأسئلة تبخاتيكي كيفاش تدير لكانت رندو تبخاتيكي كيفاش تخرج الأفكار الأساسية والأفكار الفرعية كيفاش تنظم الورقة تاعك كيفاش يعني جماعة بكل اختصار الفرنسي فيها أسرار لمعظم التلاميذ ما يعرفهمش للأسف الشديد فكي رح يفوتوا تلبك يرقى روحه ما فهم والو ما عرف والو ما فهم نص ما عرف يجاوب على الأسئلة ما عرف يدير لكانت رندو بيان كامي فوالا دونك لي حب يسجل أولا هذا الدورة مخصصة للبنات فقط ثانيا اللي حب يسجل يتواصل معنا في واتساب عن طريق الرابط اللي شاركته معكم ثالثا من فضلكم جماعة هذه للمرة المليون التواصل معنا يكون للتسجيل فقط ليس للرسائل الشخصية وليس للرسائل الخارجة عن الموضوع يعني بزاف تلاميذ أحيانا احنا جماعة رح يعدنا لابخيسيون في الميساج دونك احنا ما يقضناش الوقت باش نجاوبوا على جميع الرسائل فاحنا مثلا أنا والاستاف اللي يعاونوني نجي ونردوا على ميساج اللي ياخد مننا وقت طويل في النهاية تقول لك عطيني نصائح عطيني إرشادات عطيني جن سي با كوا تنك شوفوا جماعة اللي يحتاجوا نصائح ولي يحتاجوا إرشادات يخلونا تعليق في كومنتر وحنا بإذن الله نشوفوا تعليقاتكم ونردوا عليكم في دي فيديو ولكن النصائح والإرشادات فقط في كومنتر أما التواصل معنا في واتساب يكون للتسجيل فقط هذا باش حنا نربحوا الوقت وباش نتوما كذلك ما تضيعوش وقتكم لأنه لا نرد على الرسائل الخارجة على الموضوع نظرا للعدد الهائل من الرسائل التي تصلون يوميا فهذا الواتساب فقط للعمل وليس للرسائل الشخصية ولا للإستفسارات ولا للحكايات كي نصدف يعني مع كل احترامتي بعتوا لي أنا حكايتي فلانية أنا جونسي باكوا شوفوا جمع الحكايات وهذا الأمور كلها نحن على العين والرأس ولكن نستقبلها فقط في يوتيوب في التعليقات وليس في واتساب أما السعر فهو في متنوى الجامع سبعين آلف شهريا فقط يعني كل شهر تخلصوا سبعين آلف والحيسس قلنا عندنا أربع حيسس نظارية الحيسس النظارية تكون مسجلة وأربع حيسس تطبيقية تكون مباشرة في تطبيق جوجل ميت تطبيق جوجل ميت سهل بالبزاف فقط تتليشارجه من بلاي ستور وتخليها عندك يوم الحيسسة أنا نبعث للتلاميذ المسجلين رابط كي يدخلوا في هذا الرابط مباشرة يلقوا نفسهم في الحيسسة المباشرة يعني ستخي فسيلة يستخدم لتسجيل تواصلوا معنا في واتب كما قلت لكم من خلال الرابط الموجود في التعليقات وفي صندوق الوصف وكما قلت وأكرر أنه هذه الدورة هي دورة شاملة فيها كل شي تحتاجه عن الباكالوريا دروس قواعد دروس تمارين تطبيقات حل مواضع مقترحة حل باكالوريات سابقة منهجيات الإيجابة منهجيات كسب النقاط وفي النهاية في نهاية السنة إن شاء الله كل التلاميذ اللي يسجلوا عندنا طوال السنة يتحصلوا على شهادة إثبات مستوى في الفرنسية هاد الشهادة واش تديروا بها هادي يديدوها في السيفين يعني مثلا اللي يحب يسجل في خدمة يحب فرصة عمل ولا يحب يقرأ في لتخانجي دونك يحبها في السيفين باش يبين باللي عنده مستوى ومتمكن في الفرنسية فنتمنى هاد الفيديو تكون فادتكم شكرا لكم والسلام عليكم تمنى تمنى تمنى